بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة مونيكو روشيه. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض آآ غرزة مهمة جدا انك تبقى متعلمها وعرفاها لان بنستخدمها استخدامات كتير جدا. آآ غرزة اللي هي زي دي كده. اللي هي بعمود امامي وعمود خلفي. آآ الغرزة دي مهمة او ان انت تكون يعرفة آآ طريقتها. لان بنستخدمها آآ في عمل مسلا كوفية زي ما انا بشتغلها دلوقتي كده. آآ او ممكن تعمليها بتبقى نهاية لطائية. آآ سواء طائية او طائية لشخص كبير. آآ فمن من الغرز المهمة جدا انك تتعلميها اللي هي غرزة دي. وآآ في نفس الوقت هنتعلم مع بعض ازاي نعمل العمود الامامي والعمود الخلفي. آآ فهنسمي كده بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنبدأ نعملها ازاي. آآ بس يا ريت آآ لو انت اول مرة بتشوفي قناتي آآ بيسعدني جدا انك تشتركي وتفعلي الجرس وتدوسي على زر الكل عشان يوصلك اي شيء جديد من اللي انا بعمله بازن الله. فهنسميك كده بسم الله الرحمن الرحيم وهنعمل آآ عدد من السلاسل آآ بس عدد السلاسل يكون زوجي. فهنعمل الاول عقدة البداية كده وهنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هكملهم آآ عدد من السلاسل هعمل ستة وتلاتين آآ سلسلة عدد زوجي وهرجع لكم. انا عملك تلاتين سلسلة عدد زوجي اهو وهبتدي ان انا ارتفع سلسلتين تاني واحد اتنين ارتفعت سلسلتين وهاجي عند تالت سلسلة كده او تالت غرزة. وهعمل عمود بلفة. عادي غرزة ما احنا متعلمين كده هيبقوا تلات غرز على الابرة. هسحب غرزتين وهطلع من غرزتين. وهدخل في الغرزة اللي بعدها وهعمل عمود بلف. بالشكل ده كده. انا بلف الخيط على الابرة وبدخل في السلسلة او الغرزة اللي عليها الدور وهسحب الخيط هيبقوا تلات حلقات على الابرة هسحب من حلقتين. يفضل حلقتين على الابرة هسحب وطلع الحلقتين. هكمل السطر كله او عدد السلاسل كله هعمله اعمدة. هخلص وارجع لكم. كده انا عملت السطر كله اعمدة عادية خالص عمود بلفة. هبتدي ان انا هعمل السطر التاني. ارتفع بواحد اتنين. وهلف الشغل كده. وهبتدي ان انا هلف الخيط على الابرة. هيقابلني اول عمود ده. هعمله عمود اماني. ازاي بقى العمود الاماني? ان انا بجيب الابرة بتاعتي كده. وخلي العمود بتاعي هو اللي فوق الابرة. بالشكل ده. وهسحب الخيط. بقوا تلات حلقات على الابرة. هسحب من حلقتين في حلقتين. بعد كده هلف الخيط على الابرة. هيقابلني العمود اللي بعده. ده هعملو عمود خلفي. ان انا بجيب الابرة من تحت كده. وخلي العمود تحت الابرة. بالشكل ده كده. وهسحب الخيط برضو. عادي خالص. هطلع من حلقتين في حلقتين. هكمل. هلف الخيط على الابرة. هاجي في العمود اللي بعده. اللي هو الدور على العمود الامامي. ان انا بدخل الابرة كده. واجيب العمود على الابرة. فوق الابرة. واسحب الخيط. يبقوا ثلاث حلقات على الابرة. اسحب الخيط من حلقتين. واسحب من حلقتين. هلف الخيط على الابرة. اللي بعده هعمله عمود خلفي. هجيب العمود من وراء الابرة كده. واسحب واعمل العمود بتاعي عادي خلص. اللي بعده عمود امامي اهو. ودخل الابرة كده واخلي العمود من فوق الابرة. واكمل. كده. هلف الخيط واعمل عمود خلف العمود من وراء الابرة. وكمل العمود بتاعها. هكمل الدور بنفس الطريقة. انا كده قربت على نهاية الدور هيبقى عندي الورزة الاخر ورزة هتبقى عمود خلفي. اهو. وزي ما ابتديت بداية السطر ارتفعت با آآ ورزتين او سلسلتين. هنهي السطر هنا. انا عندي هنا. ما نساش العمود الاخراني ده اللي هو كان عمود لارتفاع. هعمله نص عمود. لان انا كنت مرتفع بسلسلتين. اللي هو ده ما ثابت نص عمود. نص عمود اعيده تاني. النص عمود اللي هو بنعمله ازاي? هنخش في تاني سلسلة من العمود. وهسحب هلاقي تلت حلقات على الابرة. هسحبهم كلهم مرة واحدة. يبقى ده اللي هو العمود النص عمود. يبقى انا كده عملت اول سطر. هرتفع. بسلسلتين واحد اتنين. وهدور الشغل بتاعي. انا هنا انت اما انتهيت في السطر الاولاني كانت اخر عمود عندي كان عمود خلفي اللي هو ده. اللي كان قبل النص عمود. كان عمود خلفي. هدور الشغل. هبص لقي العمود اللي كان خلفي هنا. اما دورت الشغل بقى امامي. فانا بشوف العمود الامامي هعمله امامي. والعمود الخلفي بعمله عمود خلفي. يعني ده عمود خلفي هو. يبقى بجيب العمود من وراء الابرة كده. بالشكل ده. وهنا قدامي اهو عمود خلفي باخده خلفي. يعني بخليه من تحت الابرة. هنا عمود امامي اهو بخليه فوق الابرة. كده. اللي بعده تحت اهو عمود خلفي بجيبه يبقى تحت الابرة خلفي. هنا عمود امامي باخده عمود امامي. يبقى ببص على الشرق العمود اللي قدامي خلفي اهو باخده من وراء الابرة. اللي بعده عمود امامي باخده اخليه فوق الابرة. اللي بعده خلفي بخليه تحت الابرة. والعمود الامامي بيبقى فوق الابرة كده. وبكمل الدور بنفس الطريقة. هكمل لنهاية السطر وهرجع لكم. كده انا بنهي السطر اخر جرزة عندي اهيه عمود خلفي. فباخده اهو عمود خلفي. يبقى وراء الابرة. وبسحبه. وما نساش دايما في نهاية السطر في عندي العمود اللي هو السلسلتين اللي هو العمود الاخير ده باجي عند تاني سلسلة فيه وبسحب وبعملوا نص عمود اللي هما تلات حلقات على الابرة بسحبهم كلهم مرة واحدة بالشكل ده. هاجي ارتفع بواحد اتنين اللي هو الارتفاع بتاع النص عمود بتاعنا. وهدور الشغل. هلاقي هنا عمود امامي. بدخل. بخليه فوق الابرة. واعمل عمود امامي. هلف الشغل اللي بعده يبقى عمود خلفي. اللي بعده امامي. والعمود اللي بعده عمود خلفي. بالشكل ده. امامي. واللي بعده عمود خلفي. هكمل يعني هعمل جزء وهرجع لكم عشان تشوفوا شكل الغرزة. اما بتنتهي بيبقى شكلها ايه. ده انا خلصت اه جزء من الغرزة. هيبقى بالشكل ده. هو دي اه غرزة البلسيه. اه يا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم وكان مفيد بالنسبة لكم. اه فلو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب. واستنوني ان شاء الله في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة